شاركت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات مؤتمر مجتمع المخاطر وتضامن الإنساني العربي والذي نظمته والهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام شارك في المؤتمر على مدار الأيام ثلاثة مفاكرون وخبراء من مختلف الدول العربية كما حضر عدد كبير من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في إطار برنامج الحوار العربي العربي تناول المؤتمر قضية التعليم في الوطن العربي